بالفوز بلقب البطولة الافريقية ان شاء الله 20-19 نروح لبعض الاخبار العالمية ونادي ارسنل ومحمد النني وعسنل يحدد قيمة صفقة بيع محمد النني نادي ارسنل حدد استغناء عن خدمات سبع لعيبة خلال فترة الانتقالات الصيفية من اجل توفير ميزانية للفريق علشان يشتري بيها لعيبة عايز اقول لحضركم على معلومة ان نادي ارسنل لو مفزش بلقب الدوري الاوروبي اللي هيكون امام شلسي نادي ارسنل هيتم حرمانه من ميزانية قدرها 40 مليون سليني يعني بتكلم لو 100 مليون هم هو ده رقم اللي ارسنل عايز يتعاقد به او هي دي ميزانية ارسنل في التعاقدات الصيفية اللي جاية هتبقى 60 مليون بسبب نهائي اليوروبا بالتالي ايضا علشان اقول لحضركم السبع العيبة دول من ضدنهم محمد النني اللي نادي ارسنل مش هيبيعه باقل من 15 مليون جنيه سليني يعني ما يوازي 328 مليون جنيه مصري انا شايف موضوع النني اللي ان هو لازم يخوض تجربة جديدة يشارك فيها بشكل اساسي حتى لو هو بيشارك مع منتخب مصر بغد نظر انه بيشارك ولا لقى مع فريق لكن لازم هو لنفسه يصنع تاريخ يعني يكون فخور به ويكون دايما زي ما هو عودنا مع بازل وعودنا مع ارسنل مع ارسنل ان هو يعمل تاريخ وانه يحقق القابة بطولات نفخر بها كمصريين هو لازم كمان يكون يعمل انجاز او يعمل تاريخ يكون فخور بنفسه يلعب بشكل اساسي يحصل على بطولات يحصل على انجازات فردية افضل لعب في الاسبوع افضل لعب في الشهر في تشكيلة العام المثالية للدوري الفلاني وبالتالي محمد النني اما يكمل في الدوري الانجليزي في احد الاندية اللي موجودين في منتصف الجدول او ينتقل الى دوري خارج انجلترا سواء ايطاليا سواء فرنسا في اخبار كتيرة بتقال عن النني لكن حد الوقتي النني شخصية هادية النني دايما شخصية عقلانية بتحسب الامور قبل ما بتاخد خطه وبالتالي الايام اللي جاية او بعد امم افريقيا انا بقول من وجهة نظري ان هيتم تحديد النادي اللي هنتقل ليه محمد النني في مسيرته الاوروبية طيب احمد حجازي ضمن التشكيلة المثالية في دور البلاي اوف لدوري الدرجة التانية او دوري الدرجة الاولى الشامبينشيب بالمسمى الانجليزي طبعا نورويتش صعد شيفل دينايتد صعد يتبقى مباراة واحدة في ملعب ويمبلي يوم 27 مايو الجاري علشان يتم تحديد المتأهل ايما دوربي كونتي او نادي ااستون فيلا نادي ااستون فيلا بيلعب فيه احمد المحمد النجمينة المصري وليدر ان يقصي نادي ويست برومتش في التصفيات المؤهلة الى دوري الانجليزي الممتاز لكن احمد حجازي موقع هوسكول العالمي المتخصص في الاحصائيات اختاروا علشان يكون من ضمن التشكيلة المثالية والرئيسية لدور البلاي اوف لكن احمد حجازي بقول حضراتكم لعب مهم جدا ولعب ممتاز جدا واعتقد يعني احمد حجازي ممكن يكون برغم من الاغراءات اللي حضراتكم بتسمعوها كتير في الفترات الاخيرة لكن احمد حجازي مكمل مسيرته الاحترافية ومكمل فيه هيحاول ان هو يكمل في الدوري الانجليزي لكن لو ما قدرش يكون في نادي من الاندية اللي هتكون موجودة في الدوري الممتاز اعتقد ان احمد حجازي يخرج من الدوري الانجليزي للاحد الدورات العالمية الاوروبية الاخرى ولكن نادي كبير نادي يليق بمكانة وامكانات احمد حجازي اللي انا شايف واحد من افضل المدافعين اللي موجودين في مصر واحد من افضل المدافعين العالم واحد بيجيد القرات الهوائية واحد عنده بنيان قوي واحد بيجيد في لعب كرة على الارض وبالتالي عند كل المميزات اللي بتطلبها مركز قلبة دفاع أو المساك في عالم كرة القدم كلنا شفنا النهاردة الأخبار وشفنا الصور شفنا مارسيال أنتوني مارسيال اللاعب الفرنسي لعب منتشستر ينايتد وصوره من أمام أبو الهول والأهرامات المصرية وبالتالي مارسيال يعني بيقضي الأجهزة الصيفية قبل انطلاق موسم جديد مع منتشستر في مصر وبالتالي يعني دعاية ببلاش لمصر ودعاية لمصر والأهرامات مصر والتاريخ مصر بصراحة يعني بنتشرف أن احنا بننتمي لهذه البلد وقدم نتشرف أن أي لعب أو أي نجم سواء في مجال كرة القدم أو الفن أنهم يكونوا موجودين دايما إن شاء الله يتمتعوا بأجازة سعيدة أجازة طيبة سواء في القاهرة أو سواء في اللقصر وأصوان أو أي بلد سياحية أو الغرداء أو شرم الشيخ كل مصر طبعا يعني فيها معالم حضرية ومعالم سياحية كبيرة جدا فمرسيال أهلا بيت ووجوده في القاهرة وأكيد طبعا زي ما قلت لحضراتكم أحلى دعاية وأحسن دعاية بتتعمل لبلدنا عن طريق نجوم كرة القدم ونجوم الفن العالمين دايما بيكونوا حرصين على وجودهم في مصر نحن كمان بنرحب بأي حد يكون موجود نحن نعمل مع الواجب زي ما يقول طبعا خبر كلنا أكيد سمعناه وشوفنا النهاردة بصباح اليوم إن يوفنتس بيعلن رسميا عن يالي رئيس نادي أليفنتس بيعلن رسميا عن خلاص آخر موسم لألاجري مع أليفنتس وأليفنتس حاليا في فترة اختيار المدير الفني الجديد يا ترى هو مين يا ترى هو جوزي مورينيو ولا يا ترى هيكون واحد من المدربين يعني زي كونتي اللي كان ليه تجربة سابقة مع اليوفنتس اللي احنا هنشوفه لكن أليجري واحد من المدربين المميزين جدا مع طبعا مع اليوفنتس لكن أقولت لحضراتكم الموسم المقبل هو آخر موسم لأليجري موسم عشرين تسعتاشر عشرين عشرين ده هيكون آخر موسم لأليجري يا ترى هل هيقدر يحقق فيه ده لقب داولي الأبطال اللي عاجز عنه اللي صعد فيه مرتين في 2015 و2017 واحد من بشرونة واحد من ريال مدريد والاتنين فشل فيهم أنه يحقق البطولة كمان أليجري يحقق لقب دوري مع عليوفنتس خمس مرات ونجح نفوز بالكاس أربع مرات وأيضا حصد لقب كاس السوبر الإيطالية مرتين في عام 2015 وعام 2018 آخر خبر موجود معنا في قايمة المنتخب البرازيلي استعدادا لكوبا أمريكا غياب نجمي ريال مدريد وعودة نمار لقائمة المنتخب البرازيلي نمار دي سيلفا لاعب باريس سان جرمان ولاعب رشون السابق بينضم بعد تعفيه من الإصابة بعد ظهوره مع نادي باريس سان جرمان بيعود مجددا إلى المنتخب البرازيلي بينما بيغيب ماصل وفينيسيس جونيور نجماي فريق ريال مادريد عن القائمة وأيضا بيغيب فابينيو لاعب وسط نادي ليفربول خلاصة ما أحضر لكم كل الأخبار اللي موجودة معنا في الفقرة الإخبارية الأولى هنروح لفقرة تانية فقرة النجوم الصغار أو الشباب منتخب القاهرة والذي شارفون في بطولة توكيو لعيبة نادي لقائمة تحت 14 سنة مدينة وخمسة هنروح لهم ونتكلم معهم ونعرف منهم كل الأخبار عنهم وعن البطولة ولكن بعد الفصل خليكم معنا